أسعد الله مساءكم مشاهدين الكرام في هذا الأدد الجديد من 60 دقيقة حقيقة أو 60 دقيقة تروت هذا البرنامج الذي يحاكي ويبحث عن حقيقة في كل المجالات السياسية والفنية وإعلامية اقتصادية ورياضية وكل المجالات أكيد شفنا وكنتم معنا مع دكتور أبدالرزاق المقري سياسيا الأسبوع الماضي هذه المرة سندهاب إلى عالم الفن وأسعد باستضافة فنان شاهدته كثير من الأعمال دياله وشفته في الدراما وشفته في الكوميديا وأكيد حبيته كلكم لكل يحب هذا الفنان لما يقدمه فنيا وكذلك من توضعه من ناحية الشخصية أنا أشكره عند الدخلة ولكن خلال البرنامج سيكون هناك كلام آخر وحقائق أخرى معك شريف العريبي شريف العريبي ليسى مصطافة العريبي نوصا ديرك نبدأ بأول حقيقة يعني نعم مرحبا بك مصطافة العريبي في سين دقيقة حقيقة أنا أتمنى كل مرة أنك تكون معي في هذا البرنامج لأنني شخصيا نحبك ونحب فنك ونحبك كشخص في سنك وأخ وصديق وكذلك الجمهور الجزائري يحبك وخاصة خلال آخر الأعمال ذيالك اللي كان ضامة خلال رمضان الماضي سنتحدث عن هذا العمل عن كثير من الأسرار خلال هذا العمل وكثير من الكواليس لم تذكر وستذكر اليوم في ستين دقيقة حقيقة لكن أبدأ معك من أول حقيقة أخفيت اسمك الحقيقي لسنوات سيكشف اليوم في برنامج ستين دقيقة حقيقة ماذا أخفيته يا شريف؟ ما أخفيتوش على كل حال ما جاتش ماشي بالعاني داير داير ما نشعر كيفاش وين نروح وين نروح مصطفى يلبرون دوسو يغلب شريف ما بيش والا ماذا أخفيتوش ما كاش علاش نخفيه وليوم راهو راهو برمي ديالك مكتوب شريف العريبي شريف ايه صوف نغط يعني بعد مصطفى العريبي ايه صوف في تعلنضا اللي مكتوب العريبي شريف مو لقب مصطفى هم علاش بشيت مصطفى ما بشيت شريف ما يقول لك وين نروح مين جا مصطفى هادا؟ اسم فني ولا اسم بداف الحومة مليكن صغير مليكن صغير عيتولي مصطفى ما نيش عارف уш علا صراحة عمر يما حاوسين عارف criticize و無قى ايه ما بحثت علاه مصطفى عليها مصطفى ممشي شريف علي مصطفى حلالي بليش شريف علي على وحد ديالوالي كانت في قليعة سيدة محمد شريف وانا زيت في قلعة زيت في الدار يما نرحوي ما اسمكي شريف عليا سيدة محمد شريف وم بعد مصطفى biking tan بعد مصطفى مراش بني� There's none ايه صراحة ولا إذاً ما عليش نبدو بالأسم الفني نحاورك اليوم بأسم الفني ومصطفى العريبي شفناك كتير من الأعمال الضرامية والفنية والكوميديا برست من خلالها خلال طيلة المدة أو السنوات الماضية أنا أبدأ معك ببعض الحقائق وإذا ممكن تجاوبني تجاوبني إذا رفضت إنك تجاوب ما عليك إلا أن تكبس بسعر الزير الأحمر هذاك وترفض الإجاباتها ملن أنك مدنالو شكاية؟ إن شاء الله، إنه ما نش... ملنش حب ندنالو بسك، لا ملنش حب ندنالو بسك، لا ملنش حب ندنالو بسك، لا ملنش حرف ربالك تستغفى العريبي اليوم أنا هنقول إذا ما قلتش بالدراما رقم واحد وأنا ما عنديش باش نصنف ولا الأهلية باش نصنف ولكن الناس وش تشوف يعني أك على الأقل أبرز الفنانين طريقتها من بلاطو للتسجيل أو للتمثيل في سنة ألفين كان هذا هو الديكليك اللي ربما خلا مصطفى يحاول أنه يتبت نفسه أكتر وأكتر واليوم أراه نسجل من بين الأحسن الفنانين في الجزائر منين جبتها كثير؟ أم راح مقول لهم لك تقول لي منين جبتهم؟ غير ما تسخصينيش منين جبتهم؟ نعم، ما نشمكش مرغم بس تجاوب عندك هذي هذي نعم ماشية يا ساتير ماشية ماشية ما تطورتش بهذا 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 المعنى كنت حبنك بس بصح نجاوبي نعم نجاوبي نعم نجاوبي لك فارابورو جون كنت صغير وبالنسبة للشباب اللي راهي ني ممكن ريتعاني ني ممكن ما لقيتش طريقها ني ممكن ما لقيتش الضو اللي رانا فيه هذا ما ما خرجتلوش للضو هذي هذي الحكاية ما في حياتي ما حكيتها كنت موزع ديستريبير محت المسلسل في التليفزيون كانت تليفزيون كانت كانت شانة واحدة قناة واحدة تليفزيون جزائري كنت موزع ديستريبير في واحد المسلسل وكنت نجي مقليعة لـ 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 وكنت صورت مقبل واحدة اليومين ومعدة اليوم الثالث ولا رابعة اللي نسيت جيت مقليعة كما كان الحال وكار وكتعرفوا وميزيريا وتمرميد وبدل زرالدا وبدل ببدل ببدل لحقت العطار الوين فيها لحقت العطار قالوا لي راح وراح هو يصوره وين راح هو العين طايا ستمر مرتل بيس طبا عطا طب طب لحقت العين طايا من شعر كيفاش لحقت لحقت البلاتو وقالوا لـ المهرج قالوا لـ مخرجة وقالت لهم ما سحقوش خلاص ماذا هي وبعد؟ ماذا رحت رحت بـ بلا تقربيع بلا بلا زعاف أو تلاقيت بعد المخرجة أو تلاقيت بها عادي ونت لقى بها الضوك وعادي ومع نيش نساتي الحديثة؟ أنا شعفين نسات مادرناش عليها انت من سيتاش؟ ما أنا من سيتاش فانسيتها لو كان مفكرنيش فيها نسا نديك لك؟ ممكن جدا ممكن جدا نديك لك ممكن جدا يكون حافز مصحة وش قلت لك في اللول صدير سي بور لجون ما تفشلش خطر حديثة كما هذه ما شي الزوخ عليك كنت قادر نحبسه داير من بعد حبست ان دو ميلة ان دو ميلة سيس حبست قررت نحبس يعني جايك لديك ني دون فالله ميساج ليجون مهما كانت الصعوبات ما تفشلش مباتك تعبزها الزر ما نتمناج ميبون غراوزي زر تعطينا اسم المخرجة ما نحبش نو ما بسك بسك ما ما نقلت لك ماكش حق داليا بالعكس 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 ماني زعفان عليها ما جات هكذا مرحبا وخلاص مشيت لي لانك انت طلقت القضية الاعتزال والتوقف ديالك في 2006 وعلاش وعلاش جادك القرار أصلا بالعكس درت 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 فيلم درت فيلم المنارة معامل قاسم حجاج كمنا هم باد شفت بليك يا باي بات سويد ما كاش ما كاش ما كاش ما كاش ما كاش ما كاش ما بعد دونك تخدم بعد تحبس تحبس عام عامين قلت أنا خلاص خليني من هذا الخدمة من رح كانت عندي طفلة أنا ريمان أنا ريبوكي رحت رحت نخدم خدمت خدمت واحد العام بعد احدنا خدمت 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 بارتو خدمت في العمان ويزيري خدمت في بيجوتري كملتها في بيجوتري نسلم على السيد اللي كنت نخدم معه الحاج رح لي اسمه نحصل عايت لي نازيم بس كنت خدمت معه بسير الله يرحمه عا 2002 خدمنا خدمنا الشبكة خدمنا ثلاث ثلاث أفلام مطولة اللي ما بانش حتى للك قلنا ما بانش ما خرجت ما بانت نحصل عايت لي نازيم قيدي قال لي يا مصطفى إلا إلا نخدمه كيف تلقى نازيم ما يرحمه على كل حد نازيم خلاص خلاص خليني ما تخدمه راني اسطابلو نخلص بالسماء ناري مليح نروح الدارين نروح هنا خليم معاني شهر واح نتلاقه وقرأ سيناريو كما كان الحال كملت الخدمة رحت عنده للدار ولا لسيناريو تاع امتحان الصعب قرأت ثلاث صفحات ولا أربع عاود جلت جمرة كانت راح أطفى وطرمي عليها الإساس وشعلت ها ها عاود شعلت لي لداخل قطوة إيرلاند كلورها ربي ما امتحان الصعب دار دار سيكسي دار ناجح كانت نازيم الله يرحمه ممري ملشي كانت منتجة كان عمر معروف ربي يرحمه فريدة صعبونجي بهيا رشدي كان تاستينج جمال مدني نعمون نسيت نسيت أسماء كانوا فيها أسماء كبار ملتم ما 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 زيت الشطفات نحب دورنا ونت أنت مش تخدم أريد أن تسخصيك هنا مصطفى هل تمثيل الفن يوكل يعيش الجواب صعيب ماشي السؤال لي صعيد الجواب صعيب علش هل النوقت اللي رح تنخدم كنت تخدم في البيجوتي خير كما خلصوكم لا خلاص قضية واحدة أخرى الخدمة دابا الكاشي وبالخدمة قبل ما بعد نهضروا الكاشي الخدمة ما كانش تخدم خطراء في العام وارا شوية باش تتلسق كما يقول الأخرى في الأول في الأول ما نظنش الواحد يقدر يعيش من الفن بس عحي مع الوقت مع المتابرة مع الوقت مع الواحد يقولي معروف مع الواحد يقولي عيطولو يقولي يقولي يقدر يلسق في هذا نعم في الأول ما نظنش أكبر كاشيد ديتو مصطفى من تعد درماء هيسن 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 ما كاش نزام بول ما كاش نزام بول أنا أعطيك خليني أنا أعطيك تلت اقتراحات قولي تحت المليار فوق المليار رأسيدي أعطيك تلت اقتراحات تحت تحت المليار ما بين تحت الخمسمية ولا تحت المليار نقول لك الشيفر وغلاص عمال لا لا ما استدير كم حبيتنا عرب أنا مشي عربي بارك لكم وأربي نتمنى أنه أنا كي نشوف فنانين في مصر يتكلموا على الكاشي نا مشي كيف كيف تلقى عندهم ما شاء الله فيلات وصيارات وعندهم مستشارين وعندهم ما شال يخلص في الشهر في العامة لذلك بارك ثلاثين مليون جنيه دولار دولار تحسبها ما تقدرش تحسبها تقدرش تصرفها في العام بارك ثلاثين مليون دولار ما تقارج لهذا قلت لك حبيت نقول لك أنا علاش ماذا بي أنا تخلصوا مليح من جهة ومن جهة وقد أخرى أجل لنوي فن ما قيمة الفن ما قيمة الفن ما قيمة الفنان ما قيمة الفنان ما قيمة التقافة و بلا ما نقول لك هذي تعرفها بلاد بلا تقافها ما عندها حتى بعد ما عندها لا بروفوندور ما كانش عمق ما كانش قول لك نحن دروحتها الصباح على السيجي هذي لانو شوف انا اسألتك على الكاشي والله ما بحتننا علاش حال راكم تخلصوا حبيتنا عارف انا السؤال هادا اللي تنطرح لما نشوفوا واحد نجم كيما مصطفى العريبي مند نزحك ني مند نجوميه ما عندناش نجوميه في جزارة عندنا ناس معروفة الناس مشهورة وانا سوا مامنجمر scale لاحبتي صبارو رحنا مصطفى واس latte انا حبيتصبار رايك صبار روحك ماليشين ربي صبر لاحب مليش خاب كل خلائك نجم بنسبالينا تشوفوا يعيش بالإعجاب في كفنان هكذا عنده جمهور لازم له معيشة خاصة يعني مش لأنه في النهاية لازم له لباس لازم له معيشة لازم له كذا لازم له كذا لازم له ريتم دفي يخبر يعيش فيها هذا لازم له مدخول مادي هذا مدخول مادي نجيك مصطفى هل من خلال عام الواحد فرمضان جيب العام جيب العام وما رحيش غرفة في الجانب المادي أخويا بيلا حتى من الحفاظ على النفسية النفسية الإحساس لتعالفنان سواء كان موسيقي أو رصام أو ممثل أو مغني الإحساس لتعالفنان ما تطور كتير عنده إحساس ديفلوبي يحس بالمجتمعات يحس بالناس اللي عايش به يحس بنفسه يحس لابد عليهم من تخزين هذك الإحساس لازم يحافظ على الإحساس هذك باش يقدر يكمل باش يقدر يخرج من بعد باش يقدر يوصل مشاعر وشعور للمتلقي نعم أحسن لذكر أنا ملاحيك أنا ملاحيك نشعرف تقولي ما نشعرف راح نبدأ وندخلوا لأنا وداية تقولوا شوف مو يرحم ماذا يرحم بابا كما قلنا بيك سأتي لك إلى آخر عمل فني ورح نعودنو للأعمال فني الأخرى والأحداث اللي صاروا فيهم ولكن هذا العمل فني مادام واراك توياريتي نتكلموا عليه ضامة سيناريو الضامة خرج أو تم استنباطه من كتير من الأمور في حياة مصطفى العريبي اللي لعب دور علام أنا نقول توصر بارتما ريحته كيف كيف هكذا مثلا نعطيت لها حكايات بتاع مصطفى العريبي خرجت منهم السيناريو لا 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 ما أصرى العكس من الأحداث اللي عيش علام عشتها شخصيا كما قلت مقبل كان بزاف نقاط تشابه تشابه وكانت صدفة سمح لي أن أعطيك واحد النقطة قل لي الوالدة نا رحمه أرحمة الله علي تكلم عن والدة مصطفى العريبي أو شريف العريبي الله رحمه ولا تكلم عن بيونة لأنه رحي نشوفهم في نفس يلتقيوا في نفس نقطة مؤينة نحبي أنا لا أقول ربما نقول هذا الشيء مع احترامتي كل مارس هذه المهنة وليدة كانت دلالة دلالة لا رحمه ربما لا رحمه كانت دلالة اعتدر مصطفى أنا أريد أنا محاب نخرج منك هذا ما كانت هذا فخر معلوما لا فخر أنه كل الوالدة ديوننا نفتخر والله واللي تخدم موش تخدم نفتخر بكل والدات ديوننا نفتخر بكل واحد كما قال الأخر كل خمفوص عند أم أغزال وكل أم أغزالة عند خمفوصها دونك أنا خمفوص وني مغزالة عندي الله يرحمه وهذه حاجة نفتخر بها الوالد الله يرحمه توفاة وفاة بكريك النصر وهي الله يرحمه ما كانش قرية دونك احترفت الدلالة وهذا أعطيتني لأبيرش أعطيتني مديتلي رأس الخيط باش ن عبد نولي لك العلام نونك بابا كوردونية بابا كوردونية ولد كارتي بوبولار يمه دلالة أنا تصورت هادلالة يمه دلالة دونك كتير من الصدف اللي مو حال جوز قدامه وتفرمتني وعلاش أنا عاوت طرحت بحث على تعالك كوردونية الوالد كوردونية خلاص يعني كنت صرحت بها لكن عمرك ولا صرحت نسيتها بركا نسيتها رأحت لي من راسي با شي نسيتها بس كما ما قعتش مع راسي وخممت باللي كيما تعلام ما كانش عندها المهنة ما كونش عارفين وش تخدم بس لهم باتكي قعت مع راسي قلت علاش ماشي تكون دلالة لانو معرفتها بالواسط هاداك جارتها جيرانها صحابتها دونك حتى الموفمول يكون في الظهر تاع الدلالة كان نفسه علي السقسيتك علي هاد المهنة اللي كانت متمتحنها الولدة رحمة الله عليها وفي نفس الوقت اللي لعبتها نتا في دور علام اللي لعبتها بيونا وكدلي كان الوالد اللي ارحمه وتعني كردوني وتبنس الفيلم والد كردوني واسمو حسين باب الله رحمه وتعلم وتعلم هي يعني جايك للوحد نقطة رحمة الله الوالدة وخير ما ربه وخير ما كبره وربي ان شاء الله كما نقوله احنا يرزقهم للجنة وكل ما فيه ولكن تبقى انه كين واحد نقطة خفية في هذا المسلسل انك هل خيطو هاد المسلسل على مصطفى العريبي اللي كان تضافيش فيه هل صار بارتما مشات في نخدات حياة مصطفى العريبي وحطتها في الضامة ثم احنا سينا سعب تتدور هادا ما يقدرش يصار كلش هادا مصطفى انه متقدرش تقنعني انه هاد النقاط تلاقيقة كلهم صدفة صدفة صدقني غير صدفة وهدي اللي حتى لضوك ما نشفاها مشروف صحيح ولي الحقيقة مصطفى اذا ما نخبيعليك علش نخبيعليك صديرك علام كان مكتوب بهديك الطريق اركبت في علام بدون فخره بدون علو بدون سارة كتباته بهديك الطريقة شاءت صدف انه يكونوا كل هادا النقاط مجتمعه وتشابه بين شخصي وبين علام دار في الأداء درت أخطاء تعا غلط درت سوالحي ناي درت سوالح مصطفى حطيتهم فاهم دونك و هذا خاطع أنا نشعفي له كان راحنا ننسلكلوله ما نسلكلوش دونك يعني ما عشت دورت علام علام عاشت دورت عمصطافه درت سوال حي في علام في الأداء مثلا؟ دونك نقول أخويا كاين دي جيزت كاين كلمات كاين لا يربح تاعي مثلا دونك نهضر مع الناس برا نقولوا لا يربح يقولي ما ركش في الدور ما ركش في علام إيا الأكس دونك هذي غلطة دين من نقول بلك يفوبل واحد يلعب يلعب نفسه خطر هو عرش فيه صحيبه صحيبه وربي يسلك على خير وغلاص سيدالي مشي كما كريمه مثلا؟ سيدالي أخويا نعم سيدالي أخويا ناس ملاح يصلي كل وقت في وقته ترونكي نعم ما ملياس أخويا تانيك ناس ملاح رجل المتحيال سيدالي أخويا إذا نبقى في الضم لأنه كثرة الحادثة أكثر الحادثة أنه شفنا أنه أكيد لقى رواج كبير لقى مشاهدة كبيرة حقق مشاهدة حقق رواج دراري ولوي ربما تقمصوا بعض الأدوار اللي كانت في هذا المسلسل ولكن في نفس الوقت لقى انتقادات حول حول كثير من الأمور حول أحيانا من مواريد حي باب الواد أكيد كان هذا الشيء اللي تصور في الفيلم تصور في كل أحياء الجزائر وتلقاه في كل الدول يعني مش حكر على منطقة أو على باب الواد بالأمور اللي تقدمهما الجرأة في إبراز كثير من الأمور هل سيناريو كان مثل ما شفت سيناريو مصطفى شفت في هاد الجرأة ومشيت فيه رغم أنك أنت أدوارك وصرحت من قبل أنك ما تخيرش أي دور تلعب به نحاول نحاول ما نلاعبش أي دور يعني ما نكونش منضح لك شخشين نحاول أن أنا نتكلم على أدوار اللي تكون فيهم الجرأة طالعة شوية أنا أدوارك الجوهر للفن أخوية بيل الجوهر للفن هو الإختلاف إلا كان أن الطرح هو موضوع ما ويكون يتلقى أريضا الجميع ما نضمش كاين هاد النوع من الفن نوع من الطرح لابد على الدراما في صفة خاصة أنها تحرك تحرك شعور تحرك مشاعر تطرح تساؤلات تحط لك الواقع أمامك تحط لك ديما نقول بلك الفنان مهما كانت الشر النوع انتعه أو نوع الفن انتعه كل فلاسوف زمان الفلاسفة يخموا في وضعية مجتمع ما منها أمامك يقول هاي هنا راهي ما يشتمشي هنا ما يشتصلح هنا شوفوا علاش ما يشتصلح هنا يا ناس هنا راهي كاين خلل منونك الجوهر للدراما هو أنه يحرك مشاعر يحرك يطرح تساؤلات لأي مجتمع ما يطرح تساؤلات للمجتمع يخليه يفكر في الوضعية الضامة طرحت كتير من التساؤلات وكتير من المواجهة من ضرر على المجتمع اللي عايشينه وما هيش مسؤولة ما هيش مسؤولة على إيجاد الحلول الفنان ما مش مشؤول على إيجاد الحلول الفنان يقدر يبرد الإشكال مشكلنا من قبل الإحساس انتعه يقدر يخرجه بالإحساس واش كان يحس واش كان وعايش مع المجتمع يقدر يخرج لك يشرب من المجتمع الفنان يقعد مع القهوة جي يشرب منه يقعد مع المدير يشرب منه يقدر مع الطبيب يدي ينبصورب يشرب يشرب الأحاسيس يشرب المواجهة يحسب يجيه الفرصة يخرجها يخرجها بطريقة صادقة انت يلاقي عندك ضرر من هذك الضرر يشربه راح تشوفه قيل أنه ضامة مستنسخ من قصة واقعية العلم لي الله ما نقدرش نقول لك صح ولا خطأ وما حاوسش نعرف على ما طرحتش تساؤل فذل الجانب ما طرحتش سؤال فذل الإتجاه ما عليش حتى أبرتو حتى أخطر كممثل أنا ممثل بسيط أنا ممثل برك يعني مهما كان الموضوع ما راحش نعالجو بطريقة وكأنه صح ولا خطأ وجد أو لم يوجد مهما كانت شخصية اللي راحنا نتقمصها ناخذها بعين الخيال وفيكسيو بعين الخيال كما قلت لك في اللون مهما كانت شخصية نحوش نفهم إلا كانت واقعية ولا غير واقعية نحاول نأديها بكل أبعادها وبكل مواجحها وصرورها نعم نقعد لك في الضامة نبيل انتقادات لوجوها الضامة إنه تخلى نوعاً مع الضرامة في الحلول مش أي واحد يبيع المخديرات يحكم وكأنه كانت فيه المثالية أكثر من الضرامة لأنه الضرامة تخلي مثلاً علام كان قادر يهرب لكن علامت نحكم علامت نحكم علامت نحكم ومعد خرج ومعد أحر ومعد فضل ينتحر على أنه يهان من أقرب ما انتحرش مصطفى العريبي علام ما انتحرش كيش منه ما ما تعلمه هاي الله يشافي ما نقدرش نقول أخي تباراليزة ممكن جداً ممكن تباراليزة ممكن راوكوم ممكن بزع ممكن هذي يقدر يجاوبلك عليها بلك الوقت وصارة ومزح هذ ثلاثة يقدر يجاوبون ما عندي شيء صافة علام ما ماتش الفيلم ممكن جداً ما ماتش ممكن جداً إلا كان جزء ثاني ممكن يكون ما ماتش وإلا ما كان جزء ثاني يربي يرحمه هذي كيفش يعني يطح هذي قطيحهم بعد ما يموتش براليزة تحفق سيارة كانت جايزة تحفق ممكن هذي هذا سيناريو شبه كان سيناريو جاز فوق طوا ممكن ممكن سيناريو محركت لكم محركت لكم شوش رح يصر لأنه المسلسلة الجزء الثاني رح يبث هكين جزء ثاني والله رانيز ما من عندك صدقني يا بيل يا بيلر صدقني رانيز ما من عندك يلا نعود نولي لك هذي لقطة لا بقل مفتوح خليني مادام جيتني مكش حاب تقولي الحقيقة لي عندك على الأقل خليني نقولك واحد الحقيقة نهاية تعلموا سلسل خمسة وعشرين أو أربعة وعشرين حلقة الناس كانوا متفقين على عجبهم بالأربعة وعشرين حلقة النهاية كانت شوية لقات انتقادات كثيرة علام خرما روحوا نفوق باش نعرف الساعة تارمضم باش نشوفه نفوق العمارة هاديك على ستة العشية نعم المسلسل بث أو الحلقة بثت بعد الفطور نعم يعني هذه ربما صرت غير في تزاير أن الحلقة الأخيرة توبث خاصة اللقطة كيما هاديك يعني اللقطة اللي كان ينتظرناها 24 حلقة سجلت قبل الفطور نعم نعم كانت قادرة تكون خير لو تسجلت من قبل خدمة كما هاديك نعم الانفوغرافي ولكن تعرفت الشي هاديك اللقطة تطلب على الأقل لخمس يام خدمة باش يكون المونتاج اللي طالونا عش تنتحها باش تكون محترمة اللي يقلها خمس يام خدمة كانت 24 ساعة بيناتهم من با سوايا ماش قبلتها انتاك فنان كما متل ما تقدرش ما تقدرش ما ما تقدرش ما تقبلهاش يعنو في شوف الدور ديالك كان شباب الكلمات اللي قولتها انتا هتالدوك ما زالهم يتدولوها الناس يحكيو بيها ولكن الرمية هادي كو طريقها وكيفاش تصورت كي كنت هابط بطلت فوق طنوبيله كي كنت هابط تقول فنيا او تقنيا ما كانتش ما كانش مدبوطة او موزحم ديجا بارتاجها هال بارتاجها هال اللي قطال اللي خدا وقتو باش خدمها تنكا في الفتاحات تعلم يعود يتذكر كل حياته كي يحبسها كدك يعود كل يدير فلاشباك تحياته بعد تخلاص اللي قطال ما تقدرش ما تقبلها شيها بلا لانو لما تخدم في رمضان خليني نقولك 16 ساعة في رمضان من اول يوم حتى اليوم الخمسة وعشرين القدورة التعكل الدهنية والبدنية والنفسية تكون تكون رهية رهية كتير وعليش هتلحقو روحكم حتى في رمضان باش احنا اللي لحقو روحنا الانتاج الانتاج اللي اللي لحق روحو اللي لحقنا باش نخدمو نخدمو بالزربة وميكفيش الوقت وغاول والانتاج كدلك عندو دافع لهذا الشيء نقلوني سبونسور ودراهم والبيجي ما يدفلوكاش حتى الشهرين اللي تلاتق برمضان باش تكون عندو الوقت باش مشكل كبير كما نقول دايما لازم ما عنداش حل إلا بقرار سياسي خليني نكمل ضامة ونجايك لهذا الاشكال اللي لازم نحكيو عليها لجنة متابعة على مستوى وساسل بثت هذا البرنامج حذفت ما يعد الحلق من مسلسل هل هذا صحيح أم لا كان لقطات كتير ما لم توبث لأسباب خليني نقول موضوعية لأسباب موضوعية ولكن دماش نتأسف على على حذف هذيك المشاهد وشنو هي المشاهد ما تحضر لي يشترك مشاهد جريئة هذا اللي كانت نو ما كانش كانش حاجة على على اللي تخدش بالحياة أو لا لا الضامة كان فيها 26 حلقة أصبحها 25 حلقة وهذا اللي خلال نهاية دياله كان تكون بهذاك الشكل خلوطة هم جبت شوية مصدافة على الله آه جبت بزافة شي شوية قتقت بزاف شوية ضامة دورك أنا معك ما انتقتوش ولكن هدرت لك على حقائق فقط ما العلم أنه قديت دور رائع رائع جداً خلال هذا المسلسل المسلسل الضامة في النهاية مش عارفوا لح تكون في الشهارة رمضان الجاي ولا كيف شرح تكون نتمنى تكون واقف يعني ربي يعلم منش عارف أنا بك بلي نفس حكاية ضامة شفناها أمس وإن تم إلقاء القبضة على إصابة أول أمس أعتقد منذ الخميس إصابة تمتهن بيع وشراء تاهب هذاك الشكل راحوا لي ميمز جابوا تصويرتك وحطوها مع إصابة زي ها هذا كواقع وش كنت نقول لك تعري 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 الواقع تصل على واقع معاش وإنما ندروه بطريقة خيالية مصطافة أو علام من بين الإنتقادات لجوك من عند الفيمينيست كيف كان طريق تعاملك مع المفروض اللي هي زوجتك خيال طريقة العنف وكلام معها بدك الشكل حتى طردها بفيمينيست متقدوك ما لحقتني شذي ما ولكن إحنا شفناه من خلال تعليقات ومن خلال المواقع التواصل متقدو علام علام مشي مصطافة مصطافة جنتي مصطافة بعيوبه كما كارجل مجيني مانيش معصوم ولا كنا بعيوبه كنا بعيوبنا علامة ما شفتش باللي نوعا ما هل أنت برثت واقع الرجل الجزائري على المرأة الجزائرية أم أنه أنت ربما مارست شوية حقرة على المرأة الجزائرية من خلال هذا الدور وفتحت المجال للحقرة نو هدا هدا موجود في كل المجتمعات دعنا نقعد في المجتمع الجزائري الرجل الجزائري ما ما هوش حقر بالطبيعته والمرأة الجزائرية ما يش محقورة بطبيعتها وإنما كان فئة فئة كبيرة رجال يحقرون وفئة كبيرة تعانسان يحقروا تاني هذا مجتمعنا معنا وين هربوا منه ما ش يحقرون نصا يحقروا رجال يحقروا بطريقتهم يحقروا بطريقتهم يحقروا رجال ما لهم كين نصا يحقروا رجال هذه معروفة هذه هذه بميش موجودة ما كان سكوب أو حاجة اللي خارج على العادة لا ما عليش أنا بنيسها لعندك هذا واقع معاش هنا يعني لو كان لو كان مرناش على فضائية يعني اللي شوفونا شوفونا البراوية وكذا نقدروا نقولوا كتير على المجتمع الجزيرة وإنما كان سوالحين يقالوا بنتنا ذنك نفضلوا ما نحطوهمش الفضائيات إذا أنت من خلال ذاك مش تش بلي بتعديت على حقوق المرأة من خلال ذاك الدور؟ علام 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 تعدى على حقوق المرأة معلوم كان متغطرس كما يقولوا بالعربية كان حقار ومثل كان محقور طفولة نتعوه ما كانت سهلة دار الدار الدار كان بزاف كما علام اللي يديروا أخطاء خليني حب نقول بحسن نية رغم أنه النية هنا ما تبرر الفعل أخطاء جاسيمة بحسن نية ومن الخطاء يبقى جاسيمة مهما كانت نية نتعال نعم نخرجو من الضامة عاودو نقولو اللي صطفة العريبة خدمت مع جريو وخدمت مع مزاحب خدمت كذلك عكتير من المخرجين جل المخرجين كل المخرجين لو اسألتك من هو المخرج اللي ربما أراك حاب تقعد زي تخدم معه نسخسيك في بنزوج شنو ورطك كماليحة وزاحم ولعبد القادر جريو ما تورطني اش ما تورطني اش يختلفوا بطريقة كبيرة طريقة العمل تحهم وطريقة التفكير تحهم والأبروش البرسوناج بين مزاحب و جريو كان يختلف كتير والتنين نحب نخدم معه لك ما يش قضية نقدر نخير بينهم إلا تاتيني سيناريو نقولك ما عم نديرو ما عم نفضل من ديرو سيناريو نو إلا تاتيني سين تكتب لي سيناريو تحكي لي سيناريو تقولي أشك تفضل ديرو معجريو أو تديرو مع مزاحم معجريو تخيير الكوميديا نو 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 طريقة المعالجة طريقة الابروش ما تقيتها الكش بالعربية الابروش الابروش بش تتقرب من البرسوناج مزاحم عنده طريقته و جريو عنده طريقته خاصة به نونك إلا كان سيناريو نقدر نخيير لك نقولك تخدمه معجريو ولا مع خاصة مع مزاحم خاصاني تاني سلم عليه الانيبارسال توليده توليده بارح بارح مدام جيتني الخاصاني خدمت مع خاصاني خاصاني فنان وين أحط يعني جاب مكانه في ساحة الفنية أكيد و عنده جمهوره و عنده في نفس الوقت كان الناس تنتقده كتير باش تشوف انتا أقليد خاصاني بعيدا عن الفن يعني بعيدا عن الفن يعني يعني هل هو متقبل للانتقادات لوجهه لانه انتقادات تجرح يعني لوجهه الخاصاني انتقادات ايه شوية شوية ضر ناس ناس وش نقولك ناس الله يسامحها ذلك تنتقد فنان انتقد الفن انتاعه ما ترحش للشخص ما تجرحش الشخص ما تقيسوش في الشعور الخاص انتاعه في العيلة انتاعه فهده تزعج محمد نوم و محمد تقبلها شخصيته قوية شخصيته قوية و في حل تاني أبو شعنا رفعلي محمد راجل راجل وفحلم محمد هاد العام برزو فنانين أو فنانين واحد ف الدراما اللي من خلال الدراما اللي هو شريف العريبي ومصطفح العريبي كانوا واحد ف الكوميديا نبي العسلي نبي العسلي كنقول برز مع وش يحب يقول برز هادة رمضان يعني انتم لي كنتوا الفيش في هادة رمضان واحد ف الدراما واحد في الكوميديا لو اسألتك لا نبي العسلي ما إي ناحيا كفنان ارأي نبي العسلي في الفين واتنين الفين واثنين انا الفين واثنواتناشا ألفين واثنين ولا نسيت ألفين واثنين ولا ألفين واثنين واحدة منهم كنا أنا كانت عندنا مسرحية سيرسان هنا وياه كنا اللعبوا في قليعة في حركة مسرحة قليعة صدقني قدرنا واحدة بعد الخمسين عرض ما كاش عرض ما نضحكش سيرسان ما نضحكس سيرسان وهو منه نو نبيل ظاهرة في الظاهرة لو عطينا لو عطيتلك الآن قلك خير مصطفى العريبي أو نبيل عسلي في الكوميديا شكون الأحسن كوميديا نو هذا سؤال شغول ما نشو موافقه بزف مقارنة ما كش مخش نو مش عالمقارنة نو خطر الممثل مهما كانت مهما كان مهما كان يعني لنوع لنوع الدراما ولنوع الكوميديا اللي أديها لابد عليها أنه يكون صادق فيها ويتقمصها يضب الراسو وحنقول خليني يضب الراسو مصح نبيل نبيل عنده تمشي له في الدم في لديان وفي الدراما كتالي كتالي كتنش نبيل مليح هايش نكملو في الكوميديا نتواني نبيل عسلي نو نبيل خيرت نبيل نبيل أنا يضحكني الكثير ثاني إذا يقتلني دراما نبيل مليح في الدراما مليح بزاق في الدراما نو ما عندناش المميروجيستر من ناحية الكاتيغوري ما عندناش المميروجيستر وكون أننا برزنا في رمضان ما هوش يرجع أننا مميزين وأننا ممتازين لا كل عمل كان عنده فريق ديال البطحة كان عندها فريق رس به كبير وداما كان عندها فريق لبس به وهد الكون أنه واحد يبرز ماشي بالقدورة نتاع الخاصة بالقدورة تاع الفريق برماتيه نونك هادي تاع الواحد وحده من أماش به استطفى كين أعمال خدمتهم حتى الآن مازا ما خلصتش بيهم نو نو خلصت بيهم كله نا خلصت نو نو من نكره هنسأل نشح نكره هنسأل يا بيلل من الحبش نسأل ضم ما خلصت فيه وي اه مم كان كاشي مليح لأنه حق متربعك بي لا ما هوش كاشي اللي اللي خمسمائة مليون وشخصة خمسمائة إن شاء الله أخوي إن شاء الله يا ربي إن شاء الله في حياتك إن شاء الله يا ربي في حياتك استهنها بصطفة ما على كل حالة من حتى ولكنت أقل يعني ما نعمرش راسي بدل الحفيز خطر أنا مؤمن بأنه وش كتبلك ربي يجيك رزقك تديه رغم أنف الجن والإنس وكدي ما يقلقني شادش الأمر هذا ما يقلقني شادش كما تكونش في التمثيل وش رك تخدم حتى عيور في الدار قاعد في الدار في الدار ايه نجوش باللي عدا يقدر يقتل الفنان يعني ما دابيك أنت كل يوم راك خدام كين فيلم كين وسلسل كين نون الفنان الفنان صيفة عامة لا بد عليه ما ندي سننقاشك مواء أنا مسؤول عشان أقول لا بد عليه تعامل مع الوضع ومع مع السكسي ومع الفاشل بنفس الطريقة ما ندي ما ندي نونك لا ترى في الدار مشي هادي كتا الصحراء ما نزمش تغادر دهن الفنان نزم دائمان تقعد هنا في كون غدوى يقدر ما يسروا له غدوى يقدر ما كانش خدماء غدوى يقدر يحبس كلش نونك في رأيي الواحد يكون موجد نفسه لا ترى في الدار مطلع لهش للراس مشراك موجد هنطان ما كان ولو ما كان ولو ما كتونه نعرف قوله لك بالفرنسي جنبرون بار سيريو من ديها شفيروحي من ديها شفيروحي ومن شاء الله جامل ديها شفيروحي وهدي أنا عارف مصطافة كذلي كيغني شوية نا والو ساده بوت ساماري ساماري فندندن سيد الحمد تزيد لي شوية عطينا شوية الصوت شوية كده وشي سيدا ده 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 عدنا ليكو سيد أحمد عطينا شوية مصطفى ما نعرفش عميم الله رحمه يا روح بالهنى والدمان يا لامان روح بالهنى والدمان يا لامان من تاريخ اليوم لا نديرك في بالي 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 يا مادريت بالغدر يا تيب الامان ونا دريت يا وخي أقدر إسرالي 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 خليني بالهنى خليني 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 لا الله غير رجوع ماك جيباش سعدك يلطرش خليني لا الله أكبر أنا نعجبتني أنا شمعتك الدندم أنا مالترشتا كلمت عن الغدر نغدر مصطفى في حياته هكذا مثلاً ذيقها نعم بي نعم نعم كما قال الناس كي ما نغدرش في حياته شو الحاجة اللي وجعته مصطفى حياته قاعدك الحاجة اللي وجعتك بريبا مازلك ليل ضرك تحسب الوجع دياله من نساها ولي الله الحمد من شعف الى نعمة ولا نقمة نعم الحمد لله نونك باش نقول لك نشفه على الضر ما زلت نحسو ما زلت نشفه على الثقلة طعالي واحد يقريني ما زمي حلوش حتايا حتى نموت استاذ ايه استاذ استاذ كان يقريني تفكرت عذوك ما باش وعلا هيو نظربني بثقلة ما كنت ندير والو كنت عاقل كانت فوضا في القيس من تخل ديره في جهن دي الطب اني بثقلة رقت رقت حتى صونة حتى نوضوني صحابي ما نسمحلوش هادك ما نسمحلوش بركة الحاجة اللي اثرت عليك في حياتك موت الوالد الله يرحمه واي كنت صغير نصطر كنت صغير كنت صغير خمستاش الى ستارت سناع ستارش نصطر نوك اه اه ولي كانت الوالد الله يرحم هاللي رفدت شوية وفا رفدنا قاعة شوية شوية أخوي يزدعلي ما الوالده لي رفدت كتير يبقى كبير بعدها توفات الوالده اه ما عنداش بزر ما توفى كي كبرنا و كبرنا و وراحت لها كلت فيك أطاري كي توفات الوفاد ديلا معلوم كين كين قبل وبعد لوالده مهما كنت مفهم منشعرف مهما مهما صح ناظر على روحي كين قبل عيش الله رحمها وكين مور عيش الله رحمه تغيرت تغيرت في تغيرت في كثير من الجوانب مهما نارحمه على كل يحن نارحمه أخي نارحمه أخي مهما وش حاجات لي تغيروا فيك؟ شو نقول خيالا نظن بلي نقصتني لحنانا انا رح لي رح لي وين كنت نروح 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 نشارجي الباتري باش تفامني مليح كي يضيق بيا الدنيا كين نحص روحي مهموم كين نروح عندها نقعد معها ساعة ساعة بطفة بطير ما كانت هي اللي ترفل تشرب هذك اللهم هذك وما كانش بكاش تبيلي وما فيك لطنبار ريكل قمم فيها تقول باللك هي اللي كانت شربوه ون اللي كنت نقلها السم ونروح شي شوية الدر عيبو هذا هو رفدت رفدت خليني نظر بالله بالدرجة تهجلت كان في عمرها 40 سنة كيمت كانت الوالد الله يرحمه ونحن كنا صغر فرفدت كانت رفدت هموم كتيرا ربي يسمح لنا منها وخلاص بزاك تحوث كي كونو عندك نجاحات لسيكسي مدى بك كان خالت يعيشها رايحية أوي بعدها ذا الأخر حوثت عليها فهذا الأخر الله يرحمه أوي أوي كانت فخورة بها الله يرحمه نقصش فيها الفرحة على الشيكسي تاله ناوي نقصها بزاك كنت نشوف عيني روحي في عينيها كنت نشوف كنت نخضلها الرأي كانت كريتيكيني ناوي ناوي ماشي بني ماشي بني محجباش كايتك مناهرا نعك بزايف أدوار ما عجبوهاش بزايفة مثلا مايبو منشفا ناوي خليني ما نجرحش المخرجة ما نجرحش المخرجة ماكش حبقات زرح الناس تحنا نحكي ولا حكا ما خليني مصطفى نعم لو أسألتك على الحاجات اللي فرحوك في حياتك وخلوا أطرتها فرحة مثلا أولادي ربيح ضم أولادي في أربعة فرحيني في حياتي في حياتك المهنية لا كاميرا تحبها نحبها يجوه أنا فرح كوي معدى الضم كان عندك عمل وحد آخر كان طرحوا عليك عمل وحد آخر خباش يجوثوا يا دارمضان ورفضتوا شاركت في حداش حداش خلينا بحداش حداش ولكن كان عمل وحد آخر طرحوها عليك ومترفض وماقدرتش ماشي يرفضتوا ضيق الوقت وضيق المكان والزمان جاز العمل هذا جازت عخا ساني وجريه مطالب ماقدرتش ومتفاهموا الوضع حداش حداش كذلك اللي جاز على الشروق كذلك سجل أرقام قياسية في المشاهدة أو أتأخذ أنه حتى هو أنا مشتش نوعي ما ترتيبه لكن في المراتب الأولى الأول والتاني والله ما أني شافيك كذلك كان عامل كبير كيف شفت حداش حداش نتأمل حداش حداش بدون مجملة يعني نستهل يكون فليغروند بلاتفورم كان الفارق كبير ما بينها وبين القنوات الأخرى شروق تيفي مشت إلى الآن تفكير ديالها هي منافسة القنوات العربية تشوف أنت هل هذا في صالح الفنان كفنان حتى نشوف الوامضات ديالها أغانياتك الوامضات اللي كنا نشوفهم في MBC مثلا شفناهم هاد المرة عبر الشروق تيفي بشكل الشباب وحاجة ليستحسنها الجمهور الجزيرة نعم نعم من وقت تعالي الله يرحمهم أشي وهذه كانت سياسة تعالية الله يرحمهم بعدن الحاجة ثانية ربي يوفقوا إن شاء الله هو الأخت سلسابيل الشروق تقدر تكون الصدارة تعلق القنوات من جهة ومن جهة قدمية تكون شروق واحد أخرى ففرسيما الشروق بالمعنى الواسع قدم يكونوا قنوات في المهنية وفي الأداء وفي النوعية تعلق شروق قدم يكون مليح للدراما وللفن وللتقافة في صفحة عامة في الجزائر بالترويج للحكاية هذه اللي نعرفوها للسياحة الاقتصاد للصناعة أطيني برك هذا اللحظ شوف تصور تصور في عشرين سمانة يا أخي تصور عشرين سمانة يكون الفين مواجد للعرض المداخل تعه توضاهي لو خدمت مية تراكتور تخدم مية تراكتور تطلبك عام يا أخي في عشرين سمانة تخدم تصدر وتنتج وتبيع ويكون مداخل جد وراح مية تراكتور ما كانش أجزين تخدم عشرين سمانة وتكون عندها مدخول ثلاثة ولا ربعة تعوش تصرف عليها مية تغير وفارقة بسيطة ما كمش تلاقوهم مع مسؤولين التقافة أنا شو الوزير التقافة هذه الحالية الأقل حب تحرك شو الأمور لكن بلا الفنان ما تقدرش تحرك نتوما كذلك أنا نشوف نقابة الفنان في الفنانين في مصر دربية ديها نشوفها في تونس دربية ديها نشوفها في لبنان دربية ديها في سوريا دربية ديها في الجزائر نشوفها الفنان بين قوسين تمشكيت الأقل مصطفى وأنا وش نعرف عليك ما جيش بلاطوهات باش تشكي ولكن الفنان يختار البلاطوهات حتى ينقل شكواه ولانشي غلاء لاش ما كاش نعقابات تخبط يديها في وجه المسؤولين الفنان اللي يعكس دور هاداك الانسان يعكس حياة المواطن البسيط ويعكسها من خلال دور هو في حد ذات وموش قادر يجيب حقه ببساطة ببساطة وبدون بدون لف ولا دور نعقابة نعقابة الفنان نعقابة الفنان بصفة عامة موش غير الممثل ولا الرصام ولا الموسيقي لا يمكن لها أن توجد إلا بقرار سياسي ومتى كانت ومتى كانت السلطات جيتني الملعبية بالفوليتيك شوية شوف السلطة عمرها عمرها السلطة هي مضاد نقابة هي مضادة للسلطة مش مضادة شريك اجتماعي بمفهوم هذا شريك اجتماعي بمفهوم بمفهوم الدبلوماسية سياسية ولكن النقابة هي رح تتجل تجيب حقها من السلطة إذا لو تسن السلطة هي شوف نعطيك نذكرك حاجة نشوف تاريخي تاريخي نشاهد عليها نشاهد عليها مؤخرا كان لقاء مرئيس الجمهورية سلموا لي ونحن نعكس لك وش قالنا لي نحن كصحافة نعكسولك على الفن قال هو كرئيس الجمهورية قال لك حنا علش ما عندكمش نقابة قوية خلقوا نقابة أنا نعطيكم ونتأسوها أنا وين كده أنا وين كده نحن نعو الإرادة السياسية نفس الشي قالوا الفن ولكن هل الصحافة تحركت من نهار تصريح دياله باش دير نقابة ولا لا إذا نفس الشي نقدرون نعكسه على الفن الآن لطو سنسير اللي رانعيشينها كفنانين انتم ولا إحنا كصحافي لطو سنسير آه السلطة لابنة بللي تبل ديرنا باراجات لو كان ديرو نقابة الفناني ما تشوفش هاد عائق انت دير وبعد خلي السلطة تفضح روحها بللي هي ماشي قابلة لكل مقام من مقال بلال نه خطر كان كما قلت لك مقبل كان حقائق لا تنشر على الهواء ما فهمتني نظن بللي فهمتني كان حقائق لا يمكن نشر على الهواء على الأقل قلنا شوية حقائق نه لا قلنا كتير من الحقائق ماشي شوية كتير ويادك صح سعيدك كتيرا وانا سعد بيستهدار فعتك كمصطافاش أو شريف العريبي كما حبيت من اليوم عودوا عادي تقولوا شريف عادي شريف ما تجينين كم ما تجينين قتلك بللي نفضح الأسم مرحمة مصطافا نعم أعتقدر إن كنت ربما دخلت لك في أمور ذكرتك في أمور شخصية ولو لك كان باب باش نربط الحادثة بالحادثة تخوي ألف رحمة تنسل على خالتي عيشا الله رحمة واربي بارك لها فيك وفي سيد علي وفي اليس وفي اليس وفي جنينة وناصيرة ومزهرة ومسرين والله خليك دكرهم قاعدين لا لا دكرتهم بسكت دكورة إذن ربي يحفظ إن شاء الله ربي إن شاء الله يلاقيكم بها في الجنة إن شاء الله وكذلك في الوالد أمي حسين نعم كذلك نترحموا عليه أنا أتمنى لكل توفيق ربي يحفظ كإنسان طيب إنسان صادق وفنان أنا على الأقل واحد من الناس اللي أحبك كثير نصطح ربي يحفظك ربي يحفظك شكرا لك على قبول دعو 62 دقيقة ثلاث عفو سيدي مشاهدين الكرام وصلنا لنهاية تعدد اليوم 60 دقيقة حقيقة على الأمل التقي بكم الأسبوع القادم مع شخصية أخرى قد تكون رياضية وقد تكون سياسية وقد تكون فينية ما بقليل أقولكم سلام